بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بداية اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا سهل لنا أمورنا برحمتك يا رحم الراحمين شعب التوجيه العظيم أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم يا رب أنا هستقع بصور والدنيا مسا فبتمنى إذا كنت تحضروا الصبح فحكيت لك أسعد الله صباحكم وأوقاتكم جميعا اليوم إن شاء الله على خيره دات بال الحصة الأولى في التأسيس وهي خليني أسميها تأسيس بداي كلمة بداي يعني تأسيس من البداية من البداية مش إنه والله بداية يعني متخلف ومتأخر لا المقصود فيه إنه أبدأ معاك من أبسط الأمور بإذن الله تعالى هاي راح يكون أول حصة التأسيس بتشمل طالب العلمي طالب الصناعي أحكي لك أي طالب ممكن يستفيد منها هاي الحصة الأولى على بسطتها بإذن الله تعالى بدي كل واحد منكم يحضرها لا تقول والله من أول عنوان بيّنت إنها بسيطة وأنا بعرفها كثير منها بلخبط فيها بحاجة لشغلات فيها احضرها أنت مش خسران إشي بإذن الله تعالى اليوم طلبت منك بالفيديو المقدمة ولازم تكون حاضر فيديو المقدمة قبل ما تحضر هذا الفيديو إنك تكون حافظ جدول الضرب وحكيت لك ما تبقى عندي بإذن الله تعالى وعلمكم أبو الجنيدي لما يدق على صدره يعني بإذن الله تعالى هو بيوفي بالكلام اللي بيحكيه حكينا راح نوصل للعلامة الكاملة وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إذا مش العلامة الكاملة قبل الكاملة بشوي لكن إحنا بهدفنا العلامة الكاملة راح نبدأ اليوم في عدة مواضيع بسيطة الفيديو الأول راح يحكي عن التأسيس باستخدام الإشارات والعمليات الحسابية الأربعة راح يحكي عن استخدام الكسور العادية والعمليات الحسابية الأربعة عليها مفهوم الأس مفهوم الجذر أولويات العمليات والتعويض في الإخترانات راح يحكي عن المقدير والحدود الجبرية والعمليات الحسابية على الحدود والمقدير الجبرية هذا راح يكون موضوع حلقتنا اليوم باذن الله تعالى فتمنى انك تكون جاهز على اهبة الاستعداد دوسيتا جنبك او اذا متجايب الدوسية لسه على الاقل يكون معك دفتر ورقة قلم ونسك فيه هيك مصحصح مروج كلك رواق ونشوف بعض الاخطاء اللي راح خلينا نضحك على المجريات اللي راح تسير معانا في حصتنا لليوم راح نبدأ في الاشارات تخيل طالب بالله عليك بيعرف يشتغل كل اشي يغلط في اشارة كارثة مصيبة فرح نبدأ باستخدام الاشارات قد ما كانت بسيطة قد ما هي سهلة ولو كان فيكم طالب عنده مشاكل فيها فيتمكن منها باذن الله تعالى العمليات الحسابية على الاعداد واستخدام الاشارات راح نبدأ في عمليتي الضرب والقسمة لانهم جدا سهلات الان عشان نجي نتعامل معهم عند الضرب والقسمة اذا تشابهت الاشارة فالناتج موجب واذا اختلفت الاشارة فالناتج ماله سالب ببساطة هاي القاعدة بدك تكون عارفها بدك تكون عارفها وخلينا نشوف كيف بدنا نتعامل معها بحكي لك جد ناتج ما يلي مجموعة من الاعداد بدنا نضربهم او نخسمهم في بعض على بسطتهم الان سالب اثنين ضرب سالب ثلاث ضرب خمسة اخواني بما انه الاشارة سالب في سالب اتشابهت فهي موجب اذا سالب في سالب موجب مضروف في موجب فبالتالي هو موجب اثنين في ثلاث ستة في الخمسة ثلاثين اذا بهذا الشكل طلعنا الجواب طلع بضروب بشارات الحال اعداد الحال سالب في سالب موجب في سالب سالب الان اربعة في ثلاث اتناعش في ستة اثنين وسبعين لازم تكون حافظ جدول الضرب اكبر لكم يا هاي طيب الان سالب في سالب موجب تقسيم موجب موجب واذا ما حطينا الاشارة فالاشارة موجبة اربعة في ثلاث اتناعش تقسيم ستة اثنين الان سالب تقسيم سالب موجب ضرب موجب موجب الان باجي بحكي عشرين تقسيم اثنين عشرين تقسيم اثنين عاشرة ضرب خمسة عشرين تقسيم اثنين عاشرة ضرب خمسة والجواب كم خمسين والجواب كم خمسين الان بيجي طالب بقولي طب ما هو لما نحكي عن اولويات العمليات أنا في عندي قسمة وفي عندي ضرب هسا أستاذي لما يكون في قسمة وفي ضرب كثير هاي بصير عليها خلاف إنه أضرب بعدين أقسم يعني بيجي بيطالب بيقول لي والله هاي عشرين تقسيم أو سالب عشرين تقسيم سالب عشر اثنين انت كتبت الجواب خمسين هاي من الأخطال بتصير مع بعض الطلاب إخواني لما يكون عندنا وراح نحكي عن أولويات العمليات في هذا الحلقة إن شاء الله إذا كان عندي نفس الأولوية أنا ببدأ من اليسار ببدأ من اليسار فإذا بتجيب لك آلة حاسبة هسا إذا انت شاكك جيب لك آلة حاسبة بس تكون نوعية كويسة لأنه الصينية بجي استغلط عادي يعني ما تستغرب فبالتالي لو تجري هاي العملية رح يطلع معاك الجواب كم خمسين الآن سالب أربعة في سالب خمسة سالب في سالب موجب في سالب سالب الآن أربعة في خمسة عشرين في اثنين أربعين عالا موجب في سالب سالب ستة في واحد ستة بهذا الشكل أنا بكون طلعتها بدك تختصر سالب مع سالب بتصير موجب سالب تقسيم سالب موجب الآن أربعين على ستة بيمكاني أختصر على اثنين فيها بعشرين على اثنين فيها بثلاث وبكتب الجواب عشرين على ثلاث وممكن تختصر من هون بيمكاني أنا أختصر من هون السالب مع السالب بروح الآن على اثنين فيها بواحد على اثنين فيها بثلاث سالب فيه بسالب موجب عشرين على ثلاث بهذا الشكل بكون طلعت هذه المسألة طيب نشوف عمليتها الجمع والطرح يارب تكون هدول بعارفهم والمعظم معارفهم صدقا لكن أنا بمر علي يعني بجوز خاصة خاصة طلاب الصناعي شوي أحيانا بيخبطوا فيهم نشوف عمليتها الجمع والطرح أستاذي عند وجود سالب وراه سالب دايما سالب وراه سالب بتحول موجب بعدين بتطبق القاعدة الآتي بتطبق القاعدة الآتي إذا اتشابهت الإشارات نجمع ونضع نفس الإشارة بجمع وبضع نفس الإشارة إذا اختلفت الإشارات بطرح ونضع إشارة الأكبر إذا اختلف العددان في الإشارة نطرح ونضع إشارة العدد الأكبر كيف؟ تعالي نشوف مجموعة من الأسئلة لان بيحكي لك أربع ناقص سبعة الطالب على طول بيقول لك هدولة تبعون زمان بيقول لك لا يجوز تكبرنا عليها إحنا أربع ناقص سبعة الإشارات مختلفة الأربع موجب اللي منوش إشارة إشارة موجب والسبعة سالب فأنا بطرح وبضع إشارة الأكبر تعالي نطرح سبعة ناقص أربعة ثلاث بس الأكبر سالب ونزل السالب الثنين الآن هاي عشان نيجي نتعامل معها الإشارات متشابهة سالب ثلاث ناقص ثلاثين فالإشارات متشابهة فبالتالي أنا على طول عشان أجي أشتغل عليها بجمع وبضع نفس الإشارة ثلاث واثنين خمسة بس الإشارة شو سالبة الإشارة سالبة نشوف كمان واحدة اختلفت الإشارة سالب أربع زائد اثنين نطرح ونضع إشارة الأكبر لأن الإشارة مختلفة فهي اثنين أربع ناقص ثلين اثنين إشارة الأكبر سالب هاي ناقص خمسة الآن الإشارات متشابهة فبروح بجمعهم اثنين وخمسة سبعة والإشارة مالها سالب نجمع العددين لما يكونوا متشابهة بجمع العددين وبضع نفس الإشارة بدي طالب يقول لي هذا ناقص أستاذي إحنا هون دائما هاي الناقص اعتبرها إشارة الخمسة والسالب الثنين السالب للاثنين فما تستغرب ما تستغرب طيب نشوف برضو المسائل اللي هون اطناعش ناقص ثلاث تسعة زائد اثنين احداش هاي شفت سالب السالب على طول بحولها موجب فبتصير سالب واحد زائد ثلاث الإشارات مختلفة فنطرح ونضع إشارة الأكبر نطرح ونضع إشارة الأكبر هاي اثنين بس إشارة الأكبر الثلاث صارت إشارتها موجبة ناقص ثمانية الإشارات مختلفة وعا تحكي لي لا يجوز اثنين ناقص ثمانية بطرح وبضع إشارة الأكبر ثمانية ناقص اثنين ستة بس الاكبر ما له سالب نفس الاشي هون سالب السالب بتحول موجب فهاي اربعة ناقص ثلاث زائد سبعة وتساوي اربعة ناقص ثلاث واحد زائد سبعة والجواب ثمانية اذا هاي العمليات الحسابية بشكل سريع بخمس دقائق القواعد بدك تكون ايش حافظهم بدك تكون حافظهم انا بعرف انه معظمكم بيعرف هاي الامور وبيحكي شو بيشرح حالي يكون فكر حالي بيشرح لأدبي اخواني تواضع للمادة رح نطلع بطلوع لو ما في حدا بحاجتهم وانه بيغلط فيهم بغض النظر زميلك ما كانش رده السنوات سابقة لكنه الان هو في تخصص العلمي اذا انا ما وقفت معاه ميم بده اوقف معاه اخواني اذا انا ما طلعت واخدت في يده واحنا جميعا اخدنا في يده حتى يوصل لعلامة بترضيه وبترضي اهله باذن الله تعالى ميم بده اوقف معاه فبداك تتحملني في الفيديوهات الاولى الفيديو الاول هاد معلومات بسيطة لكن على بسطتها على بسطتها في ناس بحاجتها في ناس بحاجتها وانا اعني ما اقول أعني ما أقول طيب تعالي نشوف الكسور العادية والعمليات الحسابية عليها احنا بنعرف لما نحكي كسر عادي لازم نعرف انه في بسط على مقام اللي فوق بسميه بسط واللي تحت شو بسميه مقام الآن عشان نيجي نتعامل معها بدنا نتعامل مع ضرب والقسمة في حالة الكسور العادية طبعا احنا كلنا بنعرف اللي ما له مقام شو مقامه واحد عشان نيجي نتعامل معها في حالة الضرب دائما بتضرب البسط في البسط والمقام في المقام اذا البسوط تضرب معا والمقامات تضرب معا اذا في اختصار ممكن تختصر عادي ما عنا مشكلة في حالة القسمة دائما قسمة الكسور بحولها الى ضرب لما يكون عندي كسر مقسوم على كسر هذه القسمة تتحول الى ضرب مقلوب الكسر الذي بعده سين او سي على دي بتصير دي على سي وخلينا نشوفها من خلال مجموعة من الامثل البسيطة بدخل فيها الاشارات لاحظ انا بدي اوجد ناتج هاي بحكي سالب في موجب سالب ثلاثة في سبعة واحد وعشرين الان موجب في سالب سالب اثنين في الخمسة عشرة طبعا السالب مع السالب موجب فبتصفي واحد وعشرين على عشرة في البعض بقولك انا احب اكتبها ثنين فاصلة واحد بسير بس عادة في الوزارة ما بيحولها زي هيك بتركها واحد وعشرين على عشرة خليها زي هيك ويخلف عليك طالما ما في اختصار هون هذا ملوش مقام فمقامه واحد طلع بدي اجي اضرب البسوط معا ستة في اثنين اطناش في الاربعة ثمانية واربعين خمسة في ثلاث في الواحد خمستاش لانه العملية ضرب فانا بضرب البسوط معا والمقامات معا اما في القسمة طلع بخليها ستة على خمسة القسمة بتتحول ضرب مقلوب الكسر الثاني هي ثلاثة على اثنين لان بعد ما خلصت بدي اجي اضرب طلع موجب في سالب سالب ستة في ثلاث ثمنتاش الان خمسة في اثنين عشرة حاب تختصر بقسمها على اثنين سالب تسعة بقسمها على اثنين خمسة والجواب سالب تسعة على خمسة وممكن واحد يقول لك من البداية يا سادي نعم تزبط انك تيجي تتعامل معها من البداية انه ستة تقسيم الاثنين ثلاث فثلاث في سالب ثلاث سالب تسعة على الخمسة نعم صحيح القسمة في حالة الطوابق انا هاي بسميها لطلابي بسميها الطوابق انه والله كسرين مقسومين على بعض زي هيك او زي هيك او زي هيك كثير من طلابنا بتغلط فيها انه كيف تتعامل معها خاصة لما تكون اقترانات فسا هون فيه ناس بقول لك والله انا بضرب هدول في بعض بضرب بسير لكن افهم علي الصح خاصة لما نجيها لاحقا من خلال اقترانات استاذي عشان نيجي نتعامل معها لما يكون عندك كسرين مقسومين على بعض هاي ما فيها غلبة هاي زي اللي حللناها بشوي خلي الكسر الاول كما هو القسم الرئيسية بتتحول ضرب مقلوب الكسر الثاني تسعة على خمسة بتصير خمسة على تسعة تسعة على خمسة بتصير خمسة على تسعة الان اصبحت عملية ضرب اثنين في الخمسة عشرة ثلاث في التسعة سبعة وعشرين ثلاث في التسعة كم سبعة وعشرين بهذا الشكل انا اجريت العملية لما يكون في كسر في البس وكسر في المقام هاي خط القسم الرئيسي فأنا ما عندي مشكلة الفوق القسم الرئيسي بينزل كما هو القسم بتتحول ضرب مقلوب الكسر مين الثاني لكن لما يكون عندي والله كسر مقسوم على عدد أو عدد مقسوم على كسر هون بعض الطلاب بتغلط بقولك أستاذي أنا متى أحول أي قسمة فيهم أحولها إلى ضرب هاي ولا هاي أستاذي القسم الرئيسية وعادة بتكون الخط الأطول الخط الأطول عادة يعني أنا لو بدي أجهة عامل محاي وين القسم الرئيسي يمبين أنه هذا الخط الأطول اللي فوقيها بدك تخليه كما هو القسم الرئيسي بتتحول لضرب تسعة اللي ما لاش مقام مقام واحد فبتصير واحد على تسعة والجواب اثنين على سبعة وعشرين ضربة بسط في بسط ومقام في مقام هاي هاي خط القسم الرئيسية فاللي فوقيه بيبقى كما هو القسم الرئيسية بتتحول ضرب خمسة على ثلاثة بتسير ثلاثة على خمسة وتساوي الان اللي مقام مقام واحد اثنين في ثلاثة ستة على خمسة بهذا الشكل بكون أنا أوجدت قيمتها هاي في حال ضرب والقسمة أنا مش رأعطيك أسئلة على هدول إنك تحلهم وانت معاي هدول أشياء المفروض إنه بسيطة معظم لم نعرفها لكن في ناس بحاجتها في ناس بحاجتها فإنت عندك أي ملاحظة الآن بإمكانك تكتبها وتدونها عندك إذا أنت من الناس اللي بتغلط فيها طيب فإنت بدك توحيد مقامات طيب ضربه قسمة تخيلوا إنه في ناس توحيد المقامات في الضرب والقسمة هي مش بحاجة إما في الجمع والطرح أنا لازم أوحد مقامات لازم يكون المقام الموحد بتطلع المقام والموحد بحطه في الجواب وبجمع كلمة بجمع يعني يا بجمع يا بطرح رح تسمعني بقول بجمع بجمع كلمة تجميع يا جمع يا طرح حسب الإشارة اللي بتعامل معها بجمع البصوط تعالي نشوف بحكي لك جد ناتج ما يلي أنا بجأتطلع على هاي طيب يا عمي هون المقام موحد ما عندي مشكلة نزل واحد منهم وجمع البصوط سالب ثلاث زائد سبعة الإشارات مختلفة نطرح ونضع إشارة الأكبر وإشارة الأكبر موجب طب أربع على اثنين كم؟ اثنين أربع على اثنين كم؟ اثنين بهذا الشكل أنا طلعت الجواب هاي ملهاش مقام اللي ما إلها مقام مقامها واحد بدك تروح توحد مقامات عشان توحد مقامات جزء مننا متعود بيقول لك أنا بضرب هون في اثنين بضرب هون في اثنين فبتصير سالب ثلاث على اثنين زائد اثنين في سبعة أربعطاش على اثنين والجواب اختلفت الإشارة نطرح ونضع إشارة الأكبر والمقام تأخذ منه واحد بهذا الشكل أنا تعاملت معها ووحدت مين؟ المقامات الآن في توحيد المقامات وخاصة للاغترانات لاحقا إحنا ما بدي في داعي أنك تضرب بهذا الشكل من واحد طريقة المقامات بطريقة أنا بسميها أو بسميها للطلاب عادة طريقة الله طريقة مين؟ الله كيف يعني؟ طلع بالله عليك كيف بدي أجي أوحد المقامات هون عشان أجي أتعامل معها أنا هون عندي المقام مش موحد فعشان نتوحده بطريقة الله العدد اللي هون بينضرب تحت والعدد اللي فوق بينضرب هون وهدول بينضربه مع بعض بشكل مباشر طبعا إشارة السالب دايما اعتبرها للبسط دايما اعتبرها للبسط يعني طلع كيف بدي أجي أتعامل معها باجي بحكي سالب ثلاث في الخمسة سالب خمستاش سالب ثلاث في الخمسة سالب خمستاش سالب سبعة في الأربعة سالب سبعة في الأربعة سالب ثمانية وعشرين تحت أربعة في الخمسة عشرين الآن سالب خمستاش وسالب ثمانية وعشرين نطرح ونضع نفس الإشارة لأنهم إشارات متشابهة فهي سالب خمستاش وثمانية وعشرين ثلاثة وأربعين على عشرين بهذا الشكل أنا تعملت معها في ناس بتحب الطريقة العادية التقليدية كيف تعال اذا احكي لك كيف هاي اللي هي تطلع معاك سالب ثلاثة على اربعة ناقص سبعة على خمسة فبقولك انا بضرب هون في اربعة بضرب هون في اربعة بضرب هون في خمسة بضرف هون في خمسة فبتصير عنده سالب خمسةاش على عشرين ناقص ثمانية وعشرين على عشرين بروح يجمعهم مع بعض بتطلع سالب ثلاثة واربعين سالب ثلاثة واربعين على عشرين برضو بصير ما عنا مشكلة بس الاخترانات خاصة في الاخترانات لما نشوفها لاحقا هاي اسهل لك تعالي نشوف هاي المسألة هون بنفس الطريقة عشان اجي اتعامل معها اول ايش انا شايف سالب السالب فسالب السالب موجب هاي موجب سبعة على ستة الان اخواني بدي اجي اجي اوحد مقامات بطريقة اللا هاي تضربها هون وهاي هون وهدولا مع بعض ثلاثة في ستة ثمنتاش سبعة في الاربع ثمانية وعشرين طبعا موجب على ستة في الاربع اربع وعشرين الان من هون بيطلع معاي الجواب ثمانية وعشرين وثمنتاش ستة واربعين على اربع وعشرين حاب تختصر بسير انا عشان اختصر بمكاني اقسم على اثنين على اثنين فهاي بتطلع ثلاثة وعشرين على كم على اطناش بهذا الشكل اذا انا قسمت على اثنين على اثنين طلعي جوابها بابسط صورة طبعا اوعى مر علي شاب الله يسهل امره الان طبعا هو من احسن الناس يعني احنا مش انتقاصا فيه بس اجي قال اختصر الاثنين مع الاثنين وعواحد يجي يسوي لي هاي الحركة يقولك اختصر الاثنين مع الاثنين هاي ثلاثة وعشرين على اطناش بدنا ننتقل الان بعد ما عرفنا العمليات الحسابية باستخدام الاشارات والكسور العادية ننتقل لمفهوم الاسس ومفهوم الجذب استاذي المسميات المسميات لان انا كثير بحكي المسميات بالفيديوهات فانت بدك تكون فاهم ايش اللي بحكي فيه لما احنا بنحكي عن الصيغة الاسية او عن الاسس دايما بتكون هي عبارة عن اي اس عدد اس بي مثلا هذا العدد اللي تحت منسميه اساس فلما اجي احكي لك والله الاساس بدك تكون عارف انه هو العدد اللي تحت والعدد اللي فوق هاد يسمى اس شو منسميه اس ولما نحكي والله اي اس بي يعني انك تضرب الاساس بنفسه عدد مرات البي عدد مرات البي وهي نكتب لك يا هون وبين نشوف كيف نتعامل معها خاصة بوجود الاشارات خاصة بوجود الاشارات عشان نيجي نتعامل معها لما انا بحكي اثنين ضرب خمسة او عفوا اثنين اس خمسة هو المقصود فيها اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب اثنين طبس اذا هيك بدك قعد اكتوبها اكيد لا انت طالب علمي طالب صناعي بدك تصير مهندس بدك تدخل الجامعة لكن انا بفهمك اياها لربما عندك مشكلة فيها احنا نسويها شفاوي فباجي بحكي اثنين في اثنين اربعة في اثنين ثمانية هدول مع بعض ثمانية وهدول اثنين في اثنين اربعة ثمانية في اربعة كم اثنين وثلاثين باجي باكتوبها لكن انا اقدر بدك اكتوبها ابدا بتصير سويها شفاوي اثنين في اثنين في اثنين ثمانية في اثنين ستتاش في اثنين ثنين وثلاثين الان ثلاثة اوز اربعة لما نيجي نحكي ثلاثة اوز اربعة عندك تضرب الثلاثة في نفسها اربع مرات فثلاث في ثلاث تسعة وكمان مرة ثلاث في ثلاث تسعة تسعة في تسعة واحد وثمانين باجي بكتوبها على طول ثلاث أس ثلاث يعني ثلاث تضربها في نفسها ثلاث مرات ثلاث في ثلاث تسعة في ثلاث سبعة وعشرين سالب ثلاث أس أربعة بالله ينتبه بدي أعلق عليها أنا السالب لازم أضربه بنفسه أربع مرات سالب في سالب موجب في سالب سالب في سالب موجب إذن كمان مرة بدي أضرب السالب أول شيء السالب في سالب موجب في سالب سالب في سالب موجب هاي موجب الآن ثلاثة أس أربعة أنا قبل شوي حسبتها هي ثلاث في ثلاث تسعة وثلاث في ثلاث تسعة تسعة في تسعة واحد وثمانين هاي باجي بكتب هون كام واحد وثمانين طب في داعي لهذا والله سالب أربع مرات لا أستاذي بشكل عام خلينا نشوف الفردية وعطيك القاعدة وهي كلنا المفروض بنعرفها لكن للتأكيد السالب ثلاث أس ثلاث دير بالك هي سالب في سالب موجب في سالب سالب ثلاث في ثلاث تسعة في ثلاث سبعة وعشرين لاحظ الفرق بين هدول هون ثلاث أس أربعة هون سالب ثلاث أس أربعة هون ثلاث أس ثلاث سالب ثلاث أس ثلاث بشكل عام أنا ما في أقول دائع أقول أضرب السوالب لا أنت إذا الأس فردي على طول الأس الفردي بيحافظ على الإشارة وهذا اللي رح نحكيه كمان لما يكون الجذر الجذر الفردي برضو بيحافظ على الإشارة يعني إذا الأس فردي والإشارة سالب بتظل سالب إذا موجب بتظل موجب أما إذا كان الأس زوجي دائما الجواب بيطلع ماله الجواب دائما شو بيطلع؟ بيطلع موجب لأن الزوجي راح تضربهم في بعض عدد مرات زوجية فدايما السالب بيلغي السالب فأي عدد أسه زوجي على طول حطه موجب أسه فردي إذا هو سالب بحطه سالب إذا موجب بتخليه إيش موجب لكن بدي تلاحظ أيضا الفرق بين هدول الاثنين طلع أستاذي كثير طلاب ما بتعرف أنه في فرق بين هدول الاثنين هذا إشي جدا مهم أستاذي هون السالب ثلاث كلها أس أربعة يعني الأس برضو للسالب إما هون لا الأس فقط للثلاث إذا ما حطها بين أقواس وهي أهمية الأقواس أنت بتحسب الثلاث بس أس أربعة فالسالب بينزل لأنه مش ضمن الأس ثلاثة أس أربعة واحد وثمانين إذا لازم ألاحظ الفرق بين الثنتين هدول نفس الإشي هون السالب بينزل ثلاثة أس ثلاث سبعة وعشرين طيب ثلاثة أس واحد أي إشي أس واحد يضل نفسه يعني أنت بدل تضلق في نفسه مرة واحدة سالب ثلاثة أس صفر أي إشي أس صفر بشرط أنه ما يكون صفر يعني أي عدد أي عدد ما عدد صفر ها أس صفر جوابه واحد لما نأخذ قوارين الأسس راح نأكد عليها تسعة أس صفر كم؟ واحد إما اللي بنحكي عليه أي عدد ما عدد صفر إما صفر الصفر هاي منسميها قيمة غير معرفة وإن شاء الله تعامل معها في الجامعة لكن إحنا بنحكي أي إشي ما عدد صفر أس صفر دائما كام؟ واحد لما نأخذ قوارين الأسس كمان شوي برضو راح أفرجيك من وين أجد واثبت لك إياها عشان تفهمها أكثر إذن هذا كان مفهوم مين؟ الأسس هذا مفهوم الأسس والملاحظة اللي حكيت لك إياها هيها سالب أس صفر دي يكون الناتج سالب سالب أس زوجي يكون الناتج دائما موجب أي عدد أس صفر شو بدي يساوي؟ واحد نيجي الآن نشوف مفهوم الجذر شو الجذر؟ إخواني هذا الشكل اللي منسميه جذر العدد اللي هون هاد إما بيسموه رتبة أو بيسموه دليل إما بيسموه رتبة أو بيسموه أيش؟ دليل رتبة الجذر أو دليل الجذر الآن هذا المقدار اللي تحت مين؟ الجذر فأنا لما باجي بحكي لك والله الجذر لعدد معين هذا معناه أنه ما هو العدد اللي أنت بتضربه بنفسه عدد مرات الجذر عدد مرات الجذر بيطلع الجواب اللي تحت الجذر يعني أنا إذا حطط لك هون إيه؟ بدي شو العدد اللي بتضربه في نفسه عدد مرات الجذر افرض والله كان تكعيبي بدك تضربه في نفسه ثلاث مرات بيطلع الجواب اللي تحت الجذر هذا اللي أنا كتب لك يا هون الآن الجذر اللي ما إلوه دليل دائما أعرف أنه دليله كم اثنين الجذر اللي ما إلوه دليل دائما دليله اثنين ما في جذر دليله واحد شباب الصناعي هسا بيزعلوا علينا قال ليش تركز علينا الثاني الصناعي كثير كثير يعني بيكون في عندهم مشاكل بالعادة وإن شاء الله أنه جيل السنة مختلف أنا عندي إحساس أنه رح تكونوا مختلفين ومتميزين بإذن الله تعالى تعالي نشوف المثال هاد وكيف نتعامل معه بيحكي لك الجذر التربيعي للواحد وثمانين فيش شي هون معناته لازم لحالك تعرف أنه اثنين بما إنها اثنين شو العدد اللي ضربته بنفسه مرتين أعطاك واحد وثمانين هو التسعة الجذر التربيعي للأربع وستين ثمانية الجذر التكعيبي للأربع وستين شو العدد اللي انت ضربته بنفسه ثلاث مرات طلع أربع وستين فالجواب 4 الجذر التكعيبي للسالب 64 للسالب 64 برفع ابو واحد بقول لك يا عمي بالله عليك تحت الجذر مبسي لسالب أخواني دير بالك الجذور الزوجية جذر تربيعي جذر رابع جذر سادس هذول مبسي اللي يطلع تحتهم عدد سالب صح أما جذر فردي لا ممكن يطلع سالب عادي الجذر التكعيبي للسالب 64 سالب 4 وإذا تحته سالب بيطلع الجواب سالب وإذا تحته موجب بيطلع الجواب ماله موجب لما يكون تحت الجذر التكعيبي موجب الجواب موجب تحته سالب بدي يطلع إيش سالب فما تستغرب طال عمرك الجذور الفردية اللي دليلها ثلاث خمسة سبعة تحافظ على الإشارة تحافظ على الإشارة يا رب ربي يسعدك يا رب تنتبه وتركز برضو في ملاحظة أخرى قبل ما نكمل بيجي الطالب بيقول لي يا أستاذي أنا بعرف أنه جذر ال81 موجب وسالب تسعة بعرف أنت قاعد بتفكر زي هيك جزء منكم الآن قاعد بيحضرني وبفكر بهذا التفكير أستاذي أنا طول عمري بطلع جذر ال81 موجب وسالب تسعة أستاذي جذر ال81 حصرا تسعة مش موجب وسالب أستاذي كانك أنت قاعد معنا قاعد بتفكر بيحضر بيحضر موجب وسالب أنت معاي قاعد كيف عرفت هذا الإشي رح أكد عليه وأنبه عليه لاحقا في حل المعادلة أنه يا عمي ليش جذر ال81 أحيانا نكتبه موجب وسالب أحيانا نكتبه فقط موجب هو فعليا دائما موجب بس يش منكتبه موجب وسالب رح فهمك يا في حل المعادلة في العبارة التربيعية إما هون لما أنا بسألك جذر لعدد كذا هو دائما موجب دائما موجب تعالي عمي الجذر الرابع لل81 شو العدد اللي بضربه بنفسه أربع مرات بيطلع 81 اللي هو ثلاث ثلاث في ثلاث تسعة ثلاث في ثلاث تسعة وتسعة وتسعة تسعة في تسعة واحد وثمانين الجذر الخامس للسالب 32 طالما فيه تحت الجذر سالب بتحطه للسالب الآن الجذر الخامس لل32 اثنين الاثنين لو ضربتها في نفسها خمس مرات رح يطلع اثنين وثلاثين رقزي يا سارة سارة سرحاني قاعدة هس أبصر وين شردت خليكي معانا تعالي نشوف هاي الجذر التكعيبي للأربع وستين تربيع كثير أسئلة رح تمر معانا بهذا الشكل بعض الطلاب شو بساوي تعال اسمع مني تعال شو بقول لك بقول لك ربع الأربع وستين وضربها في نفسها مرتين بعدين طلع الجذر التكعيبي بطبل بطلع معك رقم خرافي هات تعرف الجذر التكعيبي لأيلو بزبطش أستاذي لما يجيك جذر وقس جذر وقس لما يجوا مع بعض إخواني هدول نفس الأولوية في العملية خد لي الجذر أول بعدين القس أسهل لك أنا في فرق بين أكبر العدد وبعدين أحاول أزغره أولي لا أزغره بعدين أكبره أسهل لي خدها نصيحة من أخوك خدها نصيحة من أخوك الجنادي دايما وأبدا سوي زي هيك بوجه واحد بقول لك هذول الجماعة الرخمين هذول بتفرق إيش أنا بعرف هنا بتفرق إيش أنا بعرف بس هل أنت والله راح تعرف إنك تضرب الأربعة وستين في نفسه وتأخذ للجذر التكعيبي لا والله الآن عشان أجي أتعامل معها باجي بحكي الجذر التكعيبي للأربعة وستين أربعة وبحط التربيع أربعة تربيع كم ستاش أربعة تربيع ستاش زي هاي الجذر الرابع للستاش أس خمسة يلا اتسلى هسا وضرب لي الستاش في نفسها أس خمسة أضربها خمس مرات وبعدين تعخذ لي الجذر الرابع راح تعرف طلع الجذر الرابع للستاش اثنين شو العدد اللي بضربه بنفسه أربعة مرات بيعطيني ستاش هو الاثنين وحطوا لي الأس خمسة الآن اثنين أس خمسة هي عبارة عن اثنين وثلاثين هي عبارة عن اثنين وثلاثين بهذا الشكل دائما أنا بأخذ الجذر بعدين مين الأس بأخذ الجذر بعدين الأس هذا كان مفهوم بس شو يعني أس وشو يعني جذر ورح ننجي هسا لشغلة أخرى اللي هي أولويات العمليات والتعويض في الاغترانات زي ما انت شايف هون لكي تنجح يجب على رغبتك في النجاح أن تفوق خوفك من الفشل وبإذن الله احنا ما عنا خوف من الفشل احنا ما عنا خوف من الفشل أصلا احنا نطلعش على الفشل احنا نطلع على النجاح دائما خلي نظرتك إيجابية دائما بدها تكون نظرتنا مين إيجابية كثير من الناس كان يعتقد انه والله هو غريق هو منتهي وربنا هيك بكرام منه وبجهد من هذا الشخص وأخذ في الأسباب وصل لأشياء وعلامات مرتفعة عنا بعض الطلاب والله يعني أنا أذكر واحد من هالبنات كان معدلها طول عمره في الثمانين بسنة التوجيه جابت تسعة وتسعين وأقسم بالله على ما أقوله شهيد أكثر مني أقسم لك بالله فإنت صحصح شو بينقصك شو بتختلف عنها أنت شو بتختلف عنها طول عمره معدلها بأول الثمانين بسنة التوجيه جابت تسعة وتسعين شو بتختلف عنه ولا إشي بس أخذت في الأسباب درست فيارب يا رب كلكم تكونوا على قدر المسؤولية تعالوا نشوف التعويض في الإقترانات وأولويات العمليات يمكن يكاد ما في سؤال عنا إلا بس نخلص بدنا نعوض إلا في خطوة التعويض والتعويض بسيط إشي بسيط وسهل لكن بعض بعض جزء جزء بسيط يسهل من الطلاب بيغلط في أولويات العمليات الآن لما نحكي أولويات العمليات إخواني بالله انتبه معي إنت إذا في عندك أقواس أو جذور دائما بتخلص اللي داخلها هاي أولى إشي أهم إشي تخلص من داخل الجذور أو الأقواس إذا في عندك عمليات حسابية تجريها في الداخل اجريها إذا في عمليات حسابية تجريها في الداخل اجريها بعدين بتيجي الأولوية للأس والجذر نفسه بحسب الأس أو بحسب الجذر طب افرض كان فيه أس وجذر مع بعض انت حار مي ما بدك سوي بس دائما بأخذ الجذر بعدين الأس أسهل دائما وهذا اللي حكيت لك عليه قبل شوي بعديها ضرب وقسمة إذا فيه ضرب وقسمة تجري الضرب وقسمة آخر إشي الأولوية للجمع والطرح آخر إشي الأولوية للجمع والطرح طب افرض يا أستاذي اتساوت افرض افرضها اتساوت عندي الأولويات أنا كان عندي ضرب وقسمة خلص عندي ضرب وقسمة أبدأ في مين أستاذي بتبدأ من اليسار لليمين تبدأ من اليسار لليمين طب في عندي جمع طرح أبدأ في مين من اليسار لليمين لما تتساوى الأولويات تبدأ من اليسار لليمين تعالي نشوف بدأ حل أول سؤال وتبلش انت عاد تفتح لي قلمك تشمر عن يديك وتبلش تحل انت هيقدر تظل قاعد متفرج ايش هي مش مسلسل احنا قاعدين منحضر فيه لا بدك تصير تعاون معاي بس احل هذا السؤال بدي انت تجرب كيف تبدأ تتعامل مع هاي الاسئلة تعالي نشوف على سبيل المثال هذا السؤال معطيك f الاكس يساوي هذا بنسميه اقتران الآن طالب مني اوجد f السالب 2 طبعا عشان اوجد f السالب 2 معناها مكان كل الاكس في الاقتران شو بدي احط سالب 2 فهم بكتب سالب 2 في سالب 2 الكل اس ثلاث زائد 5 مكان الاكس سالب 2 ناقص الاربع بهذا الشكل عوضت مكان كل اكس اللي هي سالب 2 لان انا عشان اجد عامل معها بدك تبلش تحسبها بس دك تطبق اولويات العمليات ودك تيجي تشتغل على كل حد لحال للعلم هذا بنسميه حد هذا حد وهذا حد ورح نحكي عن الحدود الجبري المشكلة انه مادة رضيات مادة مترابطة يعني انت ما فيك تفصل مفهوم عن مفهوم احنا عم نخدهم واحد واحد بس قبل شوي قبل ما انا اعطيك والله اللي هي اولويات العمليات صدف معاي مسألة او مسألة كانت تعتمد على اولويات العمليات اعطيتك اولويات العمليات اضطرينا نحكي عن الحد طب شو الحد احنا يعرفه قبل الزائد بعد الزائد قبل الناقص بعد الناقص هذا مسميه حد ورح اعرف لك اياه كمان شوي في حلقة اليوم في حصتنا لليوم لان انا عشان اجي اشتغل على هاي العملية ببساطة اخواني انا بدي اروح احسبها بطلع شو الاولويات في هذا الحد كل حد لحال انا في عندي ضرب وفي عندي اس جوه الاقواس ما في عمليات اجريها هس لو في عمليات تجريها بتجري اللي جوه مين الاقواس طب يا عمي انا ما عندي عمليات اجريها خلاص ببدأ الاس اولى ولا الضرب انا في ضرب وفي اس لا والله الاس اولى فبحسب الاس طلع هاي السالب اثنين نزلها سالب اثنين اس ثلاث الاس الفردي بيحافظ على الاشارة هاي سالب اثنين اس ثلاث ثمانية الان هون انا لا عندي اس ولا عندي والله اقواس ولا جذور انا عندي عملية ضرب فيش اشي جوه الاقواس تحسبو فعلى طول الضرب باجي احسبو موجب في سالب سالب خمسة في اثنين عشرة هذا الحد ما معايشي نزل هذا الحد ما معايشي بينزل الان بعد ما انا خلصت تعال على هاي سالب في سالب موجب ما كتبت الموجب اثنين في ثمانية ستاش ناقص عشرة ناقص اربعة والجواب ستاش ناقص عشرة ستة ناقص اربعة اللي هي اثنين اللي هي كم اثنين بعض الطلاب شو بيسوي بعض جزء خاصة بجزء هدول بيعني اكثر بالطلاب الادبي بجي بيقول لك عشرة ناقص اربعة ستة عشرة ناقص اربعة ستة ستاش ناقص ستة بيطلع معها عشرة غلط لو بدك تبدأ من هون انا حكتلك الاولوية من اليسار عشان ما تغلط لو بدك تبدأ من هون بدك تحكي سالب عشرة وسالب اربعة سالب اربعتاش ستاش وسالب اربعتاش اللي هي اثنين نعوض الثاني هاي سالب اثنين مكان الاكس بدنا نعوض اثنين عشان تلاحظوا الفرقية الاشارة هاي وس ثلاث الآن زائد خمسة في اثنين ناقص اربعة وتساب الان بدي اجي احسبها حد حد الاولوية هون نفس الفرع بس العملية الحسابية لانه فيش سالب تختلف الاولوية للأس فاثنين تكعيب ثمانية ضرب سالب اثنين شوف حسبة الاس بعدين بدي الآن هاي ضرب خمسة في اثنين عشرة ناقص اربعة والجواب سالب ستاش زائد اربعة نطرح ونضع اشارة الاكبر ستاش ناقص عفوا سالب ستاش زائد عشرة نطرح ونضع اشارة الاكبر يعني ستة بس اشارة الاكبر سالب ناقص اربعة الاشارات متشابهة على طول نجمع العددين ونضع نفس الاشارة نجمع العددين ونضع نفس مين الاشارة بهذا الشكل انا حسبتها من بعد اذنك بلش دورك بلش شغلك بدي الان اتوقف الفيديو اتوقف الفيديو وتجرب تحل لي سؤال اثنين وسؤال ثلاث لا تتكاسل وتقول والله خلاص بحلهم بعدين وانت الان معي وانت الان معي وقف الفيديو ووقف الفيديو وجرب تحل لي هدول كأنك الان امامي جرب تحل لي المسئلتين هدول هاي اثنين وهاي اللي بعدها لو كانت مش واضحة عندك هاي هاي بدي تجرب تحل هدول الاثنين طيب انا هيك بفضل انك انت وقفت الفيديو ويا رب تكون بتسمعي الكلمة يا رب وجربت تحلهم وانشاء الله انه زبط حلك وانا اصلا مش حليلهم عندك عشان نشوف حلهم مع بعض انا بدنا نشوف حلهم عشان نيجي نشتغل عليهم خلينا في مسألة مسألة تعال يا عمي اول واحدة هاي بدي ابدأ عوض مكان كل اكس سالب اثنين هاي اثنين سالب اثنين زائد واحد الكل التربيع ناقص ثلاث في سالب اثنين زائد كم خمسة وتسعب السادي باجي للحد الاول هذا كله يعتبر حد واحد بلاحظ انه في اقواس جواتها عمليات وفي اس وفي ضرب اول اش تخلص اللي جو القوس شو اخلص اللي جو القوس اول الاولويات ما داخل الاقواس واللي تحت الجذور سالب اثنين زائد واحد الاثنين ننزلها سالب اثنين زائد واحد نطرح ونضع اشارة الاكبر هاي التربيع هاي فيها بس ضرب فسالب في سالب موجب ثلاث في اثنين ستة الموجب خمسة فيش فيها ايش ننزلها الان هون صار فيه اس وفي ضرب الاولوية للأسس سالب واحد تربيع واحد سالب واحد تربيع واحد في اثنين اثنين سالب واحد تربيع واحد في اثنين اثنين زائد ستة زائد خمسة والجواب اثنين وستة ثمانية والخمسة ثلاثة بهذا الشكل انا اوجدت مين الناتج بهذا الشكل اوجدت الناتج يارب تكون معك صح يارب طلعت معك صح انا متفائل فيكم وانا متأكد انه هاي شغلات لكن مع ذلك هي مش صعبة. تعال يا عمي. هاي الاثنين. مكان الاكس بدنا نحط اثنين زائد واحد. الكل تربيع ناقص ثلاث. مكان الاكس اثنين زائد خمسة. الان. ما تساوي. الاولوية للي داخل الاقواس. بعدين الاس بعدين الضرب. فباجي بحكي. حتى ما بدنا يقول هالتفاصيل. سينشافوي. اثنين زائد واحد ثلاث. اثنين زائد واحد ثلاث. اثنين زائد واحد ثلاث. تربية تسعة. تربية تسعة. في اثنين ثمنتاش. سالب في موجب سالب ثلاثة في اثنين ستة زائد خمسة. والجواب ثمنتاش ناقص ستة اتناش زائد خمسة سبعتاش. بهذا الشكل طلعت جوابها وان شاء الله انها تكون الان متسم وانه طلعت معاك حلها بشكل الصحيح. تعالي شوف برضو هذه المسعلة. فيها قسمة وفيها جذر. شكلها مخيف شكلها مخيف. لكن بسيطة طبعا هذه اثنين مش جذر. هذه مش مش دليل الجذر. هذه اثنين جنبها. لو كانت دليل الجذر بتنحط هنا. لكن هاي مش دليل الجذر. تعالي نشوف هاي المسعلة. مكان الاكس انا نعود سالب اثنين. هاي الخط الكسر. هاي اثنين في جذر سالب اثنين. زائد ثلاث الكل تكعيب. ناقص ثلاث في سالب اثنين زائد خمسة على سالب اثنين زائد واحد عشان نجري نشتر عليها واحدة واحدة لمين الأولى؟ طالما في تحت الجذر عمليات بتحسبها طالما في تحت الجذر عمليات أنا باجي إيش أحسبها فبروح نزل الاثنين هاي الجذر سالب اثنين زائد ثلاث واحد سالب اثنين زائد ثلاث نطرح ونضع إشارة الأكبر واحد تكعيب واحد سالب في سالب موجب ثلاث في اثنين ستة على سالب واحد زائد اثنين نطرح ونضع إشارة الأكبر زائد خمسة جذر الواحد واحد جذر الواحد واحد في 2 شوف حسبة الجذر بعدين الضلب جذر الواحد واحد في 2 2 زائد 6 على سالب 1 زائد 5 الان باجي أحسب القسمة باجمع حدوله بقسم 2 زائد 6 8 على سالب 1 انا 2 زائد 6 سالب 8 على سالب 1 هي 8 على سالب 1 سالب 8 اخر اشي الجمع عددين مختلفين في الإشارة نطرح ونضع إشارة الأكبر نطرح ونضع إشارة الأكبر تعالي نشوف كمان واحدة طلحها هاي اثنين في جذر 1 زائد 3 الكل أس 3 ناقص 3 في الواحد على اللي هي 1 زائد 1 زائد 5 تعالي نجي نحسبها الآن ثلاث زائد 1 طلع طلع كيف ببدأ ببدأ من جو الجذر ثلاث زائد 1 أربعة طب في أس ثلاث وفي جذر انت حر ميما بدك تعملها سويها بس الأسهل الجذر شوف هاي اثنين في جذر أربعة أس ثلاث أخذ الجذر ولا الأس طبعا سالب في موجب سالب ثلاث في واحد على واحد زائد واحد اثنين زائد خمسة أخذ الجذر ولا الأس لا والله يخذ لي الجذر أسرع ما تتتنين نفس الأولوية بأخذ الجذر جذر الأربعة اثنين جذر الأربعة اثنين تكعيب ثمانية في اثنين ستاش ناقص ثلاث ستاش ناقص ثلاث كم ثلاثة على اثنين زائد خمسة الآن هاي ما بتقسم فبدك تروح شو تساوي بدك تروح توحد مقامات بضرب هاي في اثنين بضرب هاي في اثنين فبدأ تصير عندك المقام الموحد اثنين هاي خمسة في اثنين عشرة وثلاثة ثلاثة وعشرين بهذا الشكل بكون طلعت مين جوابها بهذا الشكل طلعت جوابها هذا هيك نموذج بسيط عن اولويات العمليات والتعويض في الاغترانات لكن رح مر معنا اكثر من ذلك بكثير بس هيك نفهم فكرته وكيف نيجي نتعامل معه وكيف نيجي نتعامل معه نيجي نتعرف على قوانين الاسس قوانين الاسس قبل ما نيجي نتعرف على قوانين الاسس بشرح هيك في احد السنوات للطلاب في المركز وقاعد بعطيهم اشياء زي هيك فرفع ايده واحد بده يحكي فبقوله تفضل فبيحكي ليه استاذي هيك التوجيه اخواني هذا مش هيك التوجيه هاي شغلات بسيطة رح تيجي في سؤال التوجيه اما مش بده امتحنا كو بصف ثالث ورابع وثاني دير بالك وسبع وثامن لا 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 اخواني هاي اثناء السؤال بيظهر معانا شغلات زي هيك اما تحكي لي والله زي هيك التوجيه اكيد لا طيب نيجي نتعرف على قوانين الاسس استاذي قوانين الاسس اللي عنا ثمن قوانين بدنا نشوف كيف نتعامل معهم وهم بسيطات وسهلات والمفروض معظمنا بنعرفهم واول ما مروا معاكم مروا معاكم بصف ثامن الان خلينا نشوف شو هي بحكي لك اول قانون في حالة الضرب اذا الاساسات متشابه اذا انا عندي مقدارين مرفوعين لأس والاساس تباحهم متشابه شوف ليش انا عرفتك مفهوم لأس عشان لما احكي كلمة اساس هون تفهم عليشو بحكي الاساس متشابه طلع الهم نفس الاساس الهم نفس الاساس الان دائما وابدا بتوخذ واحد من الاساس وبتجمع الاسس وانا حاكي لك في الضرب والاساس متشابه تجمع مين الاسس فبالتالي عشان نشوف مسائل عليها بحكي لك اكس اص اثنين ضرب اكس اص خمسة فان الجواب شو رح يطلع معاي هو عبارة عن اكس اص اثنين زائد خمسة سبعة اثنين زائد خمسة سبعة بهذا الشكل انا بكون طلعت مين الجواب الان نشوف كمان واحد طلع عندي ثلاث مضروبات في بعض ثلاث مضروبات في بعض بس الاساسات متشابهة اكس 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 فانا باخد واحد من الاساس هيو وبجمع الاسس عشرة وخمسة خمستاش زائد السالب ثمانية نطرح ونضع اشارة الاكبر خمستاش ناقص ثمانية كم سبعة اثن انا دايما بجمع بيجي واحد بقول لي طرحت مهل لانو الاشارة سالبة فصار الطرح اذا دائما وابد انا عشرة وخمسة سالب ثمانية اللي هي سبعة هاي في حالة الضرب طيب في القسمة القانون الثاني في القسمة والاساس متشابه تطرح الاسس انا عندي اكس اوس ان على اكس اوس ام فالاكس تساوي ان ناقص ام دائما اوس البس ناقص اوس مين المقام تعالي عمي نشوفها اكس اوس خمسة تقسيم اكس تربيع هي اكس تاخد واحد من الاساس خمسة ناقص اثنين كم ثلاث خمسة ناقص اثنين كم ثلاث نفس الاشي هاي هاي بجي بكتوبها اكس اوس خمسة ناقص ناقص اثنين طلع انا بدأ اطرح الاسوس بس ناقص ناقص اثنين فصارت ايش زائد فبتصير اكس اوس سبعة اكس اوس سبعة بهذا الشكل انا طلعتها وطلعت قيمة الايكس وعرفنا انه اذا الاساس متشابه في حالة القسمة شو بيصير في الاسوس تطرح طيب لما يجينا اوس الاس طلع قانون رقم ثلاث اوس وفي اوس خارجي مقدار الى اوس مرفوع الاس دائما اوس الاس ضرب تضرب اوس الاس ما لها تضرب كيف يعني اكس تربيع اوس خمسة اكس تربيع اوس خمسة فبقدر اكتوبها هاي عبارة عن اكس اوس اثنين في الخمسة كام عشرة اوس الاس ضرب نفس الاشي هاي اكس اوس ثلاث اوس ثلاث اوس الاس ضرب ثلاث في ثلاث كام تسعة فهذا قانون الثالث القانون الرابع والخامس تقريبا متشابهات في الضرب اذا كان انا عندي ضرب وفي اوس للكل مش الضرب والاساس متشابه لا هون منحكي عن ضرب واس للكل الاس بيتوزع في الضرب وبرضو في القسمة اللي هو القانون الرابع والخامس القانون الرابع والخامس انه في الضرب توزع الاساس في القسمة توزع الاساس اما جمع وطرح ابدا في الجمع وطرح لا ما بيصير توزحهم دير بالك واسم فرجيك ياها كيف يعني اذا عندي اكس ضرب وي لكل اوس ميم بتساوي اكس اوس ام ضرب واي اوس ام كيف يعني انا عندي اكس ضرب واي لكل اوس خمسة فبقدر اكتبها اكس اوس خمسة مضروبة في واي اوس خمسة والقوانين بدك تعرف انها تطبق من اليمين لليسار ممكن تجينا زي هيك وحنا نرجحها بهذا الشكل زي اكس اوس ثلاث ضرب واي اوس ثلاث بامكاني اكتبها اكس في الواي الكل اوس ثلاث هاي في حالة الضرب اذا القانون يطبق من اليمين لليسار كلهم طبعا من اليمين لليسار او من اليسار لليمين نفس الاشي في حالة القسمة طلع الاس بيتوزع يعني هاي بادر اكتبها اكس اوس خمسة على واي اوس خمسة واذا كان هو اصلا موزع بامكاني ادمجهم في اوس واحد اكس على واي لكل اوس سبعة اما تيجي تحكيلي الاس بتوزع في الجمع والطرح ترى بزعل منك بزعل منك اوعا اسمع حدا بوزع الاس في الضرب في الجمع والطرح في الضرب والقسمة اوكي ليش استاذي بالله اتنيجي نطلع باجي بحكيله بدي اثنين زائد ثلاث اوس اثنين هسا هاي هاي الاصل عشان نحسبها نحكي اثنين زائد ثلاث خمسة تربيع خمس وعشرين هذا جوابها الصح لكن بيجي طالب بيجي بيقول لي هاي اثنين تربيع زائد ثلاثة تربيع صحيك سادي الاس والجذر ما بيتوزعوا في الجمع والطرح هاي رح تطلع اربعة زائد تسعة والجواب ثلاثة طب هيك صح لا اكيد غلط هذا الكلام خاطئ هذا الكلام بدنا ندير بالنا منه الجوس والجذر ما بيتوزعوا لا في الجمع ولا في الطرح مش تقول لي والله اسهل مش تقول لي اسهل يعني احنا رح تمر معنا اقترانات مش اعداد مثلا 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 رح يمر معنا واحد من الاغترانات زي هيك تمام على سبيل المثال بهذا الشكل بيجي الطالب قال شو بقول لك اه جذر الاس تربيع اكس زائد جذر الواحد واحد قال هاي بتساوي هاي اوه هذا كلام خاطئ قال رح وزعي الجذر جذر الاس تربيع اكس جذر الواحد واحد لا 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 اوه اسمع ان واحد وزعي الجذر او الاس في الضرب في الجمع والطرح بالضرب والقسمة اوكي بيتوزعو طيب الان نيجي نشوف هاي بيحكي لك اي اشي اصه صفر جوابه واحد الناتج واحد طبعا بشرط انه ما يكون الاساس صفر يعني اذا بدك تضيفها هاي بيمكنك تحكي حيث اكس لا تساوي الصفر حاب تضيفها هون جنبها تضيفها فاكس الصفر واحد خمسة الصفر واحد سالب اربعة الصفر واحد تحسين الصفر واحد اذا اي اشي اصه صفر واحد بيجي واحد بقولي طب استاذي هاي من وين اجت كيف استاذي هسا كل قانون احنا بيمكن ان نثبته على فكرة كل واحد بيمكن ان نثبته بس هاي لانه كثير بشوفها بيسألوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي وبتوصل استاذي ليش اكس الصفر واحد او ايش اصه صفر واحد بالله تنتبه معاي تعرف من وين اجت هاي استاذي هسا الاكس الصفر هاي الاكس والصفر طلع الصفر لو كتبته اكس والسنون ناقص نون بوزبط ولا لا الاكس والسنون ناقص نون ما هونون ناقص نون هي صفر انا بعرف في حالة القسمة تطرح الاسس هس اخدناه اذا الاساس نفسه في حالة القسمة تطرح الاسس طب اذا الاسس مطروحة بيمكني ارجحها قسمة ما حكتلك كل قانون بيمكني اطبقه من اليمين لليسار انت لو كانت زي هيك ممكنك تكتبها اكس اص نون ناقص نون طب بما انها طرح رجعتها لاصلها واحنا بنعرف اي اشي تقسيم نفسه كم واحد اي اشي تقسيم نفسه كم واحد فمن هون طلعت انه اكس اص صفر واحد اكس اص صفر واحد برضو القانون رقم 7 للتخلص من الاس السالب اذا انا عندي مقدار الاس سالب عدد الاس سالب بدي اخلص منه بحول موقعه اذا هو في البسط بنزله للمقام او اذا هو في المقام برفعه للبسط اذا هو في البسط بنزله للمقام اذا هو في المقام برفعه للبسط وفقط المقدار اللي له اس سالب طب اذا في له معامل ما لك علاقة في المعامل معامل برة وتركه ما إليك علاقة فيه وبشكل عام إحنا مش رح تلزمنا بس إنه إذا الأس سالب تخلص منه لا إحنا قد يكون عندي إيش في المقام بدي أرفعه للبسط فبرفعه بعكس إشارة الأس بحوله من موجب إلى سالب كيف يعني تعالي شوف زي هاي خمسة في أكس أس سالب ثلاث طب بدي أخلص من الأس السالب بدي أحوله موجب بخلي الخمسة لأن الأس سالب ثلاث فقط للأكس وبنزل الأكس تحت فبتصير أكس أس ثلاث أكس أس ثلاث الخمسة تركتها بس اللي لأه السالب نزلته وين للمقام والعكس إحنا رح يمر معنا أسئلة من أول درس أصلا رح تبين معنا إن شاء الله في المادة بكون عندي أنا إيش في المقام بدي أخلص منه كيف ده تخلص منه بترفعه لوين للبسط بترفعه لوين للبسط وإذا رفعته من المقام للبسط بعكس إشارة الأس كانت موجبة شو بدأت تسير سالبة دايما تنزيل مقدار إلى أس من البسط إلى المقام أو رفعه من المقام إلى البسط تعكس إشارة الأس ممكن تجينهم في الأعداد أنت الأهم لما تجيني برضو في الأعداد يا عم أنا عندي عشرين في اثنين أس سالب اثنين طبعا هاي ما بقدر أحسبها لكن شو اللي بقدر أسويت طلع هاي العشرين اثنين أس سالب اثنين نزلها للمقام ولما نزلتها للمقام ليش نزلت المقام عشان أسوي الأس موجب عشان أستطيع أني أحسبه فرح تطلع معك هاي عبارة عن عشرين على اثنين أس ثنين أربعة واثنين أس ثنين أربعة عشرين على أربعة كم؟ خمسة عشرين على أربعة كم؟ خمسة ممكن تكون هي في المقام وإنت ترفعها لأوين؟ للبسط يعني على سبيل المثال لو أجاني مثلا مثلا واحد على ثلاث أس سالب ثلاث طبعا هاي كيف ده أحسبها؟ أرفعها لفوق بدأت تصير إيش؟ ثلاث أس ثلاث عشان أخلص من الأس السالب رفعتها ثلاث تكعيب كم؟ سبعة وعشرين ثلاث تكعيب سبعة وعشرين بهذا الشكل إحنا تعملنا معها بهذا الشكل إحنا تعملنا إيش؟ معها طيب الأسس النسبية تعالي نشوف الأسس النسبية عشان ما تغلط فيها دول طيب الأسس النسبية كيف بدك تتعامل معها؟ الأسس النسبية دائما تحول إلى جذر أنا لما بحكي نسبي يعني بدي يكون بسط على مقام دائما بتتحول جذر وبالعكس إذا في عندي جذر بقدر أحول أسس نسبية حسب الحاجة ورح نشتغل عليهم الثنتين أنا ممكن يكون عندي بهذا الشكل طلحها هيك وممكن تكون هيك ورجحها لأسس نسبية فبالتالي بدك تدير بالك حس عشان تيجي تشتغل عليه إذا كان بهذا الشكل بدك تحولها جذر دائما اللي في المقام اللي في المقام تبع الأس بتحطه دليل مين؟ الجذر اللي في المقام تبع الأس بتحطه دليل مين؟ الجذر واللي في البسط يبقى في الأس عادة أن الطلاب هيك بيعرفوها بقول لك المدعوس عليه طلعوا بره هذا المدعوس عليه طلعوا مين؟ بره أما تبعتي البسط تخليها موجودة وإذا كانت بهذا الشكل اللي تحولها لهون عادة تسمعني بحكي أس الداخل على الخارج إكس أس الداخل على الخارج كيف يعني؟ تعال نشوف إكس أس خمسة على ثلاث بدي أخلص من الأس النسبي ببساطة بروح أحولها جذر هاي الإكس الثلاث اللي في المقام دليل الجذر والبسط في الأس الثلاث اللي في المقام دليل الجذر والبسط هو الأس طب أفرض أجتني زي هيك دي أحولها لهون عادة طلع مثلا 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 دو أجاني هاي مثلا هي سبعة إكس أس ثنين فهاي بقدر أكتبها إكس أس الداخل على الخارج اثنين على سبعة ولو أجتني لهون بقدر برضو إيش أحولها زي ما بدك أنت حسب الحاجة من اللي بحكمني السؤال مش أنا هيك بمزاج تعال نشوف هاي ستاش أس ثلاثة على أربعة بقدر أحسبها لا والله ما بقدر أحسبها أس كسر كيف دي أحسبها بالتالي أنا بقدر أسوي طلع المدعوس عليه برة هاي ستاش أس ثلاثة وتساوي آه مرت علينا إشي زي هيك في أس وفي جذر طب إيش أحسب الجذر أسهل مش أولى الثنين نفس الأولوية انت حر مما بدك لكن الثنين نفس الأولوية الجذر الرابع للستاش أثنين تكعيب والاثنين تكعيب كم؟ ثمانية الثنين تكعيب ثمانية بهذا الشكل حسبتها تعال هيك تنكوش مخك على السريع بدي واحد يحسب لي هاي بالله عليكم بدي واحد يحسب لي هاي ثمانية أس أشوف مين هيك بيستطيع إنه يحسب هاي يلا وقف الفيديو هيك على السريع وحاول تحسب لي هاي بدي تطلع جواب هاي بافترض إنك وقفت الفيديو وجربت تحلها وإنه طلع معك الجواب طب خلينا نشوف شغلك صح ولا لا طلع بيجي الطالب بدي يجي يشتغل على هاي طلع طلع بالله عليك بيقول لك هذا أسس نسبي بدي يحوله جذر طيب بيقول لك هون ثلاث ثمانية أس سالب اثنين هاي صح صح عشان يجي يحسبها بيقول لك الجذر التكعيبي للثمانية ما حكينا أس والجذر نفس الأولوية فالأسهل إن نأخذ الجذر الجذر التكعيبي للثمانية اثنين أس سالب اثنين بس إن الأس سالب بدي أحوله موجب بروح أنزلها للمقام لأنه ما بادر أحسبها وأسها سالب فبدي أخلص منه فبنزلها للمقام فبتطلع عندي واحد على اثنين تربية أربعة اثنين تربية أربعة بهذا الشكل بتكون أنت حسبتها دخل فيها الأسس النسبية وتحويل الجذور وتحويل الجذور والأسس الكسرية أو الأسس السالب نحوله إلى المقام طيب الموضوع الأخير في حصتنا لليوم اللي هو المقادير الجبرية والعمليات الحسابية ما عادت حصتنا طويلة قربت تخلص فصح صح شوي ركز معي بإذن الله تعالى موضوح هذا بسيط لما نيجي نحكي الحد الجبري شو الحد الجبري في رح تسمع مني بحكي مقادير جبرية حدود جبرية طب متكاش تفهم شو معناها متكاش تفهم يعني أنا بتفاجأ بعض الطلاب لما أجي أحكي له والله معامل X بيقول لك شو المعامل لما بحكي له حد جبري مقدار جبري بدنا نفهم شو هدول هاي رح تمر معنا هاي الكلمات وتسمعني أنا بحكيها فبدك تفهم شو هي لما أنا بحكي حد جبري المقصود فيه دائما الحد الجبري بيتكون من معامل ومتغير متغير يعني رمز حرف إلو أس زي هاي سالب خمسة X أس ثلاث هذا منسميه سالب خمسة في X أس ثلاث هذا بسميه حد جبري كله مع بعضه حد جبري لو جيت بدنا نفصلها شو المعامل؟ المعامل سالب خمسة شو المتغير؟ هاي المتغير طب شو أس المتغير؟ ثلاثة لو يجينا لهاي سالب Y أس تسعة شو المعامل؟ سالب واحد عسف كلنا بنعرف أنه اللي ما إلو معامل معامله واحد اللي ملوش إشارة إشارته موجبة اللي ملوش أس و أسه واحد الجذر اللي ملوش دليل دليله واحد صح؟ لا أوعى دليله اثنين شوف اللي ملوش إشارة إشارته موجبة اللي ملوش معامل معامله واحد اللي ملوش أس أسه واحد اللي ملوش مقام مقامه واحد أيش أس صفر واحد إما الجذر اللي ملوش دليل دليله كام؟ اثنين طب تعال شو المتغير؟ Y شو الأس؟ تسعة هذا منسميه الحد الجبري عرفنا شو هو الحد الجبري طيب أستاذي لما أنا بحكي مقدار جبري راح تسمع مني خلال المادة بحكي للجمع وطرح الكسور الجبرية إيش هذا؟ مقدير جبرية شو هو هذا؟ أستاذي لما أنا بحكي مقدار جبري معناته هو يتكون من حد جبري فأكثر بيكون فيها عدة حدود عادة إما حد واحد أو أكثر يعني حد هاد هو مقدار جبري وبنفس الوقت حد جبري مقدار جبري وحد جبري بس المقدار الجبري ممكن يكون فيه حدين ثلاث أربعة تعال نشوف كيف طلع زي هاد هذا بسميه مقدار جبري كم حد فيه؟ حد اثنين ثلاث طلع هذا حد لحاله وهذا حد لحاله وهذا حد لحاله بيجي واحد بيقولي يا أستاذي انت بلت لي انه حد الجبري بيتكون من معامل ومتغير مرفوع لأس طب الاثناش الاربعة وين المتغير مرفوع لأس؟ لا تنسى انه الاثناش هي أصلها إكس أس صفر هيك أصلها بس أي شو الصفر كم؟ واحد فعشان هيك ما بنكتبها إذن هذا يتكون من كم حد؟ ثلاث حدود قبل الناقص بعد الناقص قبل الزائد بعد الزائد بنسميه حد لذلك لما نيجي للحصة الجاية إن شاء الله على خيره هدات بال ونحكي لك عن تحليل للعوامل وحكي لك العبارة تربيعية ثلاثية الحدود لازم تفهم انه فيها ثلاث حدود هذا المقصود فيها هاد مقدار جبري بتكون من كم حد؟ حدين هاي حدين الآن بعد ما عرفنا شو مفهوم الحد الجبري والمقدار الجبري بدنا نشوف العمليات الحسابية عليهم بدنا نشوف جمعوا طرح ضربوا قسمة كيف بدنا نيجي نتعامل معهم كيف بدنا نيجي نتعامل معهم تعال نيجي نشوف أول شغلة جمعوا طرح المقادير الجبرية كتب لك يتم تجميع المعاملات شوف تجميع كلمة تجميع يعني يا جمع يا طرح حسب الإشارات الموجودة تجميع المعاملات للمتغيرات صاحبة نفس الأسس اللي المتغير اللي له نفس الأس بتجمع معاملاته وبتأخذ واحد من هذه المتغيرات كيف يعني؟ تعال نيجي نشوف أستاذي هاي مجموعة من الأسئلة حكي لك عندي 2x ناقص 6x زائد 4y مين اللي إلهم نفس المتغير نفس المتغير هاي نفس المتغير ونفس الأس xs1 xs1 طيب الواي بقدر أجمعها معهم؟ لا لن باجي بحكي 2 ناقص 6 نطرح ونضع إشارة الأكبر سالب 4x طيب الواي ما بقدر خليها زي ما هي لاحظ أنا بقدر أجمع إقلام رصاص مع بعض بطيخات مع بعض عادي إما تجي تقول إقلام رصاص وخيار بندورة وخيار قال بيقول لك سلطة ما بزبط بزبطش الآن أنا اللي إلهم نفس الإشي بنجمحهم مع بعض نفس المتغير ونفس الأس أوكي بتجمع المعاملات طيب نشوف هاي طلع أنا عندي هاي المسألة 2x وهاي 6x نفس المتغير xx أس واحد أجمحهم 2x زائد 6x 8x طيب السادي هاد طلع عليه فيش معا x وهذا فيش معا x برضو بقدر أجمحهم مع بعض سالب 4 سالب 8 زائد 4 الجواب سالب 4 نطرح ونضع إشارة الأكبر تعالي نشوف برضو لو كان حطط ليهم جوا أقواص زي هيك السادي هسا إذا الأقواص بناتهم جمع ما عندي مشكلاتي لكن مشكلتي إذ كان الأقواص بناتهم ناقص أو في عدد قبل القوس إما إذا كان بناتهم جمع جمع على طول اشتغل على طول كيف هاي x ربيع وين في كمان x ربيع هاي x ربيع وين في كمان في لا خد للx ربيع مع بعضهم x ربيع زائد x ربيع 2x ربيع بجو أحد بقول ليش ما هو أصلا اللي مالوش معامل شو معامله واحد واحد فباجي بحكي واحد زائد واحد اثنين اكس تربيع مش اكس اس أربعة دير بالك المتغير والأس بيظلوا زي ما هم بس بجمع المعاملات سالب سبعة اكس موجب اكس فيه كمان لا والله ما فيه سالب سبعة وموجب واحد سالب ستة الآن اللي ما فيه محهم اكس عندي هاي وهاي وهاي اطناش ناقص ثلاث تسعة ناقص تسعة صفر فيه داعي اكتب صفر لا بهذا الشكل انتهي الجواب خلص هيك يخلف عليك استاذي ما جمع هدول استاذي اش هدول بتجمعوا اكس تربيعوا اكس بوزبط لازم يكون نفس المتغير طبع استاذ ما هي نفس المتغير ونفس الأس هذا مش نفس الأس هاي أسها واحدة اي أسها اثنين بهذا الشكل انتهى الجواب لكن اطلع اذا كانت هاي الاقواس بناتهم ناقص في عدد قبل القوس يجب ان توزع كيف يعني استاذي اطلع لي على هاي هاي القوس هاد ما فيه قبله اشي بينزل هذا القوس ما فيه قبله اشي بتنزله هذا القوس قبله سالب بده يتوزع على القوس كمان شو راح ناخده الضرب هاي يعني سالب واحد فبدك توزعها فبتصير سالب اثنين اكس لانه سالب في موجب سالب سالب في سالب موجب وهون بدي اوزع الثلاث زاء الثلاثة اكس تربيع ثلاث في السالب تسعة سالب سبعة وعشرين بعدها بتروح تقوم بعملية التجميع هاي اكس تربيع فيه كمان اكس تربيع او والله هاي اكس تربيع واحد اكس تربيع وثلاث اربعة اكس تربيع طيب نيجي الان هاي اكس هاي اكس وين كمان فيه اكس فيه كمان اكس لا سالب سبعة وسالب اثنين سالب تسعة وهي الاكس الان طلع لي على هاي فش فيها اكس هاي فش فيها اكس وهاي فش فيها اكس اتناعش وثلاث خمستاش ناقص سبع وعشرين خمستاش ناقص سبع وعشرين سالب اتناعش خمستاش ناقص سبع وعشرين سالب كم سالب اتناعش بهذا الشكل إحنا منكون حلناها وطلعناها ساذيك أبسط صورة خلاص يخلف عليك هاي في حالة مين في حالة مين اللي هو الجمع والطرح هسا بدنا نشوف الضرب كيف بدنا نضرب ساذي في عنا إشي اسمه ضرب حد بحد وحد في مقدار ومقدار في مقدار حطط لك على كل واحدة مثال هم بسيطات وسهلات لكن في الضرب بدك تنتبه تضرب إشارات معاملات أو في ناس تخذهم مع بعض إشارة ومعامل مع بعض المتغيرات تجمع الأسس لما تكون متشابهة تجمع الأسس لما تكون ايش متشابهة تعالي نشوف كيف تعالي نشوف كيف طلع هاي مثال بحكي لك جد ناتج ما يلي جد ناتج ما يلي تعال على طول بدك تيجي تضرب هاي في هاي بضرب الإشارات موجب في سالب سالب اثنين في ستة اطناش اكس تكعيب في اكس اكس أس أربعة لأنه لي ما إلي أس شو أسه؟ واحد فأنا في حالة الضرب شو سويت؟ جمعت الأسس لأنه الأساس ما له متشابه جمعت الأساس وهذا منسميه حد في حد تضرب حد في حد أما ضرب حد في مقدار شوف هذا الحاله هيك اسمه حد هذا هيك مقدار فهم بدك تروح توزع الضرب الضرب يتوزع في الجمع والطرح فباجي بحكي كل واحدة منهم بتصير زي هاي سالب اثنين في الواحد سالب اثنين اكس تكعيب في اكس تربيع اكس أس خمسة سالب اثنين في سالب سبعة سالب اثنين في سالب سبعة موجب أرباطاش اكس تكعيب في اكس اكس أس أربعة سالب اثنين في اطناش سالب أربعة وعشرين يعني هم ما في اكس بس هم في اكس تكعيب هاي اكس تكعيب فيش أجمعوا أبسطوا بعد هيك لا هذول كلهم مختلفات X تكعيب X4 X5 ما بيشبهوا بعض يخلف عليك بهذا الشكل يخلف عليك طب أفرض كانت مقدار في مقدار مقدار في مقدار بوزع الضرب هاي محاي وهاي محاي طلع بالله عليك بذلك توزع الحد الأول بده ينضرب في كل المقدار بعدها الحد الثاني بده ينضرب في كل المقدار 2X في الـ X 2X تربية يعني أنا حكيت 2 في الواحد 2X في X تربية 2X في السالب 9 سالب 18X السالب 9 في الـ 2 سالب 18 طب في X هم فيش X بلاش سالب 3 في الـ X سالب 3X سالب 3 في السالب 9 سالب في سالب موجب 27 بس إذا في تجميع حدود بدك تجمع لاحظ هسا X تربية فيش غيرها في غيرها X تربية لا فهاي بتنزل X تربية هسا هاي X وهاي X بقدر أجمعهم سالب 21 X سالب 18 وسالب 3 سالب 21 زائد 27 27 ازهقت لا 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 طول بالك بس 3-4 دقائق أصلا بيني عندك على الشريط طبع الفيديو بالله عليك شوي ها هاي معلومات هيك بسيطة يعني منتنشط هاينا منتنشط يلا فبكون دخل عليك حد من أهلك حد من إخوانك جابوا لك شغلات زاكية على فكرة بتبلش هسا التواصي فيكم أنت طالب توجيهي هذا لازم نتوصف فيه دلال ما بعده دلال خلال هاي السنة راح تشوفوا دلال ما بعده دلال بشرط إنك تكون بتدرس هسا إذا ما بتدرس اسمع بهادل اسمع حكي اسمع تلطيش الكل راح يجي يحكي معك فوفر على حالك وبلش أدرس الكل راح يكون واقف معك واقف في صفر ويتمنى لك الخير إلا جرتكم جرتكم بتكون معينها عليك بدك تجيب أعلى من ابنها أو عينها عليك بدك تجيبي أعلى من بنتها ولا بنتها أعلى فهذا الحساسات هاي احنا بنعرفها طيب بالله عليكم كل واحد يوقف الفيديو ويجرب يحل لي هذا السؤال وقف الفيديو وجرب تحل هذا السؤال من بعد إذنكم بافترض إنك وقفت الفيديو وجربت تحله خلينا نحله مع بعض عشان نشوف القسمة ونختم حصتنا الهام بدي أجي أوزع الضرب لأنه فيه هون مقدار في مقدار فأخدت أول حدك تضربه في هاي كلها ونفس الإشي هون هاي في هاي في هاي اثنين اكس في سالب ثلاث سالب ستة اكس تربيع الآن اثنين اكس في الموجب اثنين موجب اربععش اكس نيجي هسا للسالب ثلاث في الاكس تربيع سالب ثلاثة اكس تربيع سالب ثلاث في سالب ثلاث موجب تسعة اكس سالب ثلاث في الاثنين سالب ستة منهم بدنا نجمع اكس تقعيف فيش غيرها بتنزل X تربيع و X تربيع سالب 6 وسالب 3 سالب 9 هاي X و X 4 وتسعة 13 والسالب 6 بتنزل بهذا الشكل احنا منكون انهينا هذه المسألة بهذا الشكل انهينا هذه المسألة وهاي بخطوة راح تكون في مسألة اخر شغلة اخواني حبايبي حبايب القلب ربي يسعدكم يا رب ويفرحني بنجاحكم باذن الله اللي هي قسمة المقدير الجبرية كيف بدي اتعامل مع القسمة اخواني القسمة مطلوب مننا نوعين قسمة طويلة وقسمة تركبية في جزء منكم غيب انا بعرف انه هسا في لما حكيت قسمة طويلة صابوا غيب بقولوا ايه قسمة طويلة سادها مش قسمة اعداد قسمة اخترانات سهلة جدا سهلة جدا اذا في عني نوعين من القسمة قسمة طويلة وقسمة تركيبية او قسمة الجدول بعض بسميها القسمة التركيبية راح نشوفها في التحليل لانه هي حالة خاصة انا الان بدي اشوف القسمة طويلة اذا اجاني والله اختران مقسومة على اختران بهمني استاذي اعرف القسمة او بهمك تعرفها ورح نشوفها في هذا المثال الخطوات اخواني مكتوبة عندكم هون انا راح احكيها واطبقها امامك دايما وابدا لما بدك تجري عملية القسمة إخواني لما بدأ أجري عملية القسمة بدك ترتب المقسوم والمقسوم عليه من الدرجة الأعلى للدرجة الأقل دايما من الدرجة الأعلى للدرجة الأقل هذا دايما لازم تعرف أنه اسمه المقسوم وهذا اللي تحت المقسوم عليه اللي فوق بسميه مقسوم واللي تحت بسميه مقسوم عليه الآن أنا عشان أجي أشتغل عليه إخواني لازم أرتبه من الأعلى درجة للأقل طبعا أنا هون سؤالي مرتب أس أربعة أس ثلاث أس اثنين أس واحد فش تربيع واحد سبعة عشان تجري عملية القسمة الآن بتحط المقسوم عليه عفوا المقسوم هون هاي أس أربعة ناقص سبعة أكس أس ثلاث زائد عشرة أكس تربيع ناقص ثمانية وثلاثين أكس ناقص واحد وعشرين هاي حطيت مين هذا اللي حطيته أنا هون هو مين المقسوم المقسوم عليه اثنين أكس تربيع زائد أكس زائد كم سبعة الآن بدنا نيجي نقسم عشان نيجي نشتغل عليه دائما بتأخذ دائما وأبدا طلع دائما وأبدا أنا مين بدي أخذ نأخذ لون ثاني وهاي طلع دائما وأبدا تأخذ اكس صاحبة أكبر أس بدك تقسمها على اكس صاحبة أكبر أس نقسم صاحب الأس الأعلى في المقسوم على صاحب الأس الأعلى في المقسوم عليه فبك تقسم هاي على هاي ستة على اثنين ثلاث اكس أس أربعة على اكس تربيع تطرح الأسس اكس تربيع الجواب اللي يطلع معك بترجع بتضربه في هاي كاملة دائما نضرب الناتج في المقسوم عليه كامل ثلاث في اثنين ستة اكس تربيع في اكس تربيع اكس أس أربعة ثلاث في الواحد ثلاث اكس تربيع في الاكس اكس تكعيب ثلاث في السبعة واحد وعشرين في الاكس تربيع بعديها تعكس الإشارة هاي كانت موجبة بدأت تصير سالبة هاي موجبة شو بدأت تصير سالبة هاي موجبة شو بدأت تصير سالبة وبتجمع الان بدي أجي أجمع راح تلاحظ دائما هاي ما حاي بدأت تروح سالب سبعة وسالب ثلاث سالب عشرة اكس أس ثلاث هاي وهاي موجب عشرة وسالب واحد وعشرين سالب 11 X تربيع هدول ما كان فيه لهم اشي بنزلهم سالب 38X ناقص 21 برجع بكرر الخطوات ترجع بتكرر مين الخطوات كمان مرة طلع هاي اول حد على اول حد يعني صاحب اكبر اس على صاحب اكبر اس سالب 10 على 2 سالب 5 X تكعيب على X تربيع X ارجع اضرب بس الناتج اللي طلع معك بتضربه في المقسوم عليه كامل سالب 5 في 2 سالب 10 X في X تربيع X تكعيب سالب 5 في الواحد سالب 5 X في الـ X X تربيع سالب 5 في السبعة سالب 35 30 X هاي الـ X اعكس الاشارات واجمع عكسنا الاشارات بدنا نجي نجمع هاي محاي بدا تروح هاي محاي سالب 6 X تربيع الآن سالب 38 وموجب 35 سالب 3 X السالب 21 بتنزل كرر الخطوات سالب 6 X تربيع على 2 X تربيع سالب 6 على 2 سالب 3 سالب 3 بيجي طالب الآن بيحكي لX تربيع على X تربيع بتروح هي أصلها X الصفر والX الصفر 1 في داع اكتب 3 في 1 3 ثلاث أبدا برجع بضرب هاي في المقسوم عليه كامل سالب 6 X تربيع سالب 3 في l-X سالب 3 X الآن سالب 3 في الموجب 7 سالب 21 اعكس الإشارات واجمع هاي محاي بتروح وهاي محاي بتروح وهاي محاي بتروح صفر الآن بعد ما أنا وصلت لهون اللي بديك تعرفه إنه هذا المقدار اللي هون يسمى الناتج هذا المقدار اللي هون شو بسميه الناتج واللي طلح هون بيكون الباقي بيكون مين الباقي اللي هون اسمه الناتج وهون الباقي هس الباقي في هذا السؤال طلع صفر خلاص إذا الناتج قسمة هاي على هاي بدنا نرجع من أكتبه شو ناتج القسمة هو ثلاثة اكس تربيع ناقص خمسة اكس ناقص ثلاث ناتج قسمة هاي على هاي طلعت إيش اللي هو هذا المقدار فصارت فصارت فالإكس اللي فوق بتساوي هذا المقدار هاي بهذا الشكل أجرينا القسمة طب وسيد دايما بيطلع صفر لا ليس بالضرورة ممكن يطلع باقي زي السؤال اللي انت بدك تحله أنا دايما إذا وصلت للصفر بتوقف وإذا وصلت لدرجة أقل يعني افرط طلع معاك هون إكس زائد خمسة بقدر أكمل قسمة أبدا طالما درجة اللي هون أقل من اللي هون ما بتقدر تكمل قسمة بدي الآن كل واحد يوقف الفيديو وأنا بعرف الجزء منكم رح يطفي إذا عندك مشاكل فيها أستاذي بالله عليك رجع شوي الفيديو ورد احضرها وجرب تحل لي هذا السؤال يلا الهمة أصحاب الهمة وين بدي تجرب تحل هذا السؤال وإذا أنت ما ثبتت رجع الفيديو ورد عيد كيف أنا حليت السؤال اللي قبله وبعديها طبق حلك على هذا السؤال يارب تكون وقفت الفيديو يارب تكون أنت بتتفاعل معي زي ما أنا قاعد بتفاعل معاك أفكرة أنا بتخيلكم أمامي دايما دايما بتخيل الطالب أمامي شايف أنا البعض منكم هس زهجان البعض منكم مبسوط البعض بيقول لك وعليكم إن شاء الله هذا واجبي لا عشت الدور أنا ما عارف إني عشت الدور طيب تعالي شوف هذه المسألة سدي عشان أجري عملية القسمة ببساطة بدك تروح تعمل خط القسمة هاي المقسوم عليه مرتب والمقسوم مرتب الاثنين مرتبين هاي اثنين X تكعيب ناقص ثلاثة X تربيع ناقص خمسة بدك تقسمها على X ناقص واحد يجي واحد بقول يعني أستاذي كيف مش مرتب كيف يعني مثلا هاي المسألة مثلا مثلا تكون جيتك زي هيك مثلا مثلا فإنت لازم تودي هاي أول شي من أعلى أس لأقل أس هس عشان نجري عملية القسمة بدك تقسم أول حد على أول حد 2 X تكعيب تقسيم X 2 على 1 2 X تكعيب على X X تربيع الجواب ارجع اضربه في المقسوم عليه 2 X تكعيب 2 X تربيع في السالب 1 سالب 2 X تربيع اعكس الإشارات هاي كانت موجب تصير سالبة وهاي سالبة بتصير موجب واجمع هاي ما حايد هتروح هس هاي سالب X تربيع سالب ثلاث موجب 2 سالب 1 ناقص 5 ارجع اقسم كمان مرة سالب X تربيع على X سالب X هاي ارجع اقسم عفوا ارجع وضرب سالب X في X سالب X تربيع سالب X في السالب 1 موجب X اعكس الإشارات واجمع هاي ما حايد تروح طب X مع الخمس ما بيتجمع فبنزل سالب X ناقص 5 ناقص 5 بتنزل طب أستاذي هاي بقدر أقسم ها آه عادي لأنه نفس الدرجة هاي X 1 وهاي X 1 سالب X تقسيم X سالب 1 ارجع وضرب ها سالب X سالب في سالب موجب 1 اعكس الإشارات واجمع هاي كانت سالب سالب وهاي موجب بدأ سالب هاي ما حايد سالب 6 يارب بتكون مبين معاكم اجت على الخط سالب 6 هاي سالب ايش 6 هل بقدر أكمل قسمه أبدا خلاص هيك بتوقف هس هذا اسمه الناتج وهذا اللي هون اسمه الباقي ولو انت حابب ترجع تكتبه بشكل الاقتران انه شو الجواب لهون طلع بالله عليه كيف نكتبه طلع بالله عليك كيف نكتبه هاي شو بده تساوي الان بده تساوي الناتج 2x تربيع ناقص الx ناقص 1 2x تربيع ناقص الx ناقص الواحد زاد دائما لانه ما طلع صفر هسا لو طلع صفر خلاص يخلف عليك بس طالما طلع فيه باقي بحكي له زاد سالب 6 على x ناقص واحد دائما وابدا بس تجري عملتي القسمة حسب طبعا السؤال لكن اغلبها لو بدي ارجع اكتبها هاي دائما وابدا بحط هون طلع اذا حابب انت هيك تكتبها هون بتحط مين الناتج بدك تكتبها اكتبها الزائد دائما زائد دائما زائد الباقي على المقسوم علي على المقسوم علي بهذا الشكل بقدر احكي لكم الله يعطيكم الف الف عافية قد تكون شفتوا الحصة طويلة شوي كونها اول حصة وانت مش بتعود هيك انا قعد والله ساعة ونص رضيات الله اكبر استاذي بدنا نبلش نتعود على الجلوس احنا حسصنا بجوز اكثر حصة تكون ساعة ونص يعني البطاقة راح تكون الحصة تتراوح ان شاء الله بين ساعة لساعة ونص كل حصة بهذا الشكل فبدي تكون انت دائما متفائل زي ما انا بتفائل فيك باذن الله تعالى انت بدك تكون بهذا الشكل انت بديك تتفائل في مادة الرضيات لا تنسى انه يدا بيد نحو العلامة الكاملة هذا راح يكون شعارنا يدا بيد نحو العلامة الكاملة انا وانت عشان نوصل للعلامة الكاملة الله يعطيكم الف الف عافية رب وبتمنى لكم كل التوفيق لازم كل سؤال انت حضرته الان تمسكه تكتبه وتحل لحالك تكتبه وتحل لحالك هلا هايك حصة بسيطة اذا انت فهمها وعرفها وحليت كل الاسئلة من اول مرة صاح كلها يخلف عليك اذا ما كنت بهذا الشكل شفت فيها مشاكل عندك لازم تعيدها مرتين قبل ما انك تطلع للفيديو التالي اللي رح يكون موضوعنا الجاي ان شاء الله التحليل للعوامل وحل المعادلات باذن الله تعالى الله يعطيكم العافية ودمتم في حفظ الله ورعايته يعطيكم العافية